بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكاترتنا الغليين حبيبنا المميزين بفضل الله سبحانه وتعالى يتجدد بنا الود ويتجدد بنا العهد مع البيو كيمستري وشرح المولوكولر بيولوجي بإذن الله هعرفك الباب بتاعنا إيه اللي موجود فيه أو إيه الدراسة بتاعته وإيه أفكار الدروس وإيه أفكار أسئلة اللي امتحانات وإيه كل درس الأسئلة اللي ممكن تيجي فيه مقالي أو الأسئلة اللي ممكن تكون اختيائي طبعا هنشرح إنجليزة على عربي يعني برضه عشان فيه ناس بتتقزم من الشرح الإنجليزي الدايم يعني لكن بقدر الإمكان هكتب لك كل المعلومات زي ما أنت تعودت بتدون ورايا لو أنت دونت ورايا الأمور كلهم يسرها بانتهاء الشرح بتلاقي أنت حفزت كل المعلومات وكذلك أنا هرفع لك البي دي اف طيب الموليكولر بيولوجي is the study of biological molecule study of biological molecule وتحديدا الموليكول اللي هي علاقة بالجينيتيك ماتيريال أو المادة الوراسية جينيتيك ماتيريال طيب هندرس مين يا دكتور هندرس ثلاثة important biological molecule هدرس الديني وهدرس الRNA والبروتين يبقى احنا كده في الموليكولر بيولوجي هنتعرف على الديني والRNA والبروتيني هنتعامل ان احنا ما نعرفش اي حاجة بخصوص المكونات دي كلها او البولوجيكول موليكولز دول وانا هبدأ اعلمك بقى كل جزيه وتركيب ومكونات والافكار اللي هندرسها عن يعني يمكن المعلومة اللي انا عايزك تعرفها حتى اللحظة ان الديني ده اختصار دي اكسي ريبو نيوكليك اسد يعني الحمض النووي زو السكر ريبوز منقوص الاكسجين يبقى الحمض النووي زو سكر الريبوز منقوص الاكسجين والRNA دي اختصار ريبو نيوكليك اسد يعني الحمض النووي زو سكر الريبوز والبروتين وهنبدأ نتعرف عليه طيب المعلومة اللي انت تعرفها دكتور بخصوص الديني ان ده كاري جينيتيك ماتيريال ده بيحمل المادة الوريسية او هو اللي بيمثل المادة الوريسية اصلا يبقى ده جينيتيك ماتيريال اللي هي المادة الوريسية دي او المعلومة الحاجة التانية ده كاري جينز بيحمل جين والحاجة اللي بعد كده ان البيلدنج يونت از نيوكليطايد وهنا اعرف ايه كلام ده حالا واحدة واحدة نيوكليطايد يبقى نيوكليطايد هنتعرف على الديني هنعرف ان هو بيمثل جينيتيك ماتيريال ان هو بيحمل جينات وان البيلدنج يونت اسمها نيوكليطايد والجين ازا سيكوانس او نيوكليطايد ونعرف كمان ان الديني دابل ستراند لولاب مزدوج دابل ستراند او بنسميه دابل هليكس اللي هو اللولاب مزدوج هنتعرف على ايه بقى في الديني يعني ايه الحاجات اللي احنا هندرسها ونتعرف عليها اسناء دراستنا للديني هنعرف بقى البيلدنج يونت استراكشور البيلدنج يونت يونت استراكشور تركيب الوحدة البنائية اللي هي النيوكليطايد وانواع النيوكليطايدات يبقى هندرس النيوكليطايدات والوحدة البنائية بتاعته الحاجة التانية هندرس برضو التيبس of DNA and classification لان الديني في منه انواع بقى يبقى هندرس التيبس of DNA هندرس انواع الديني و ال classification هي التصنيب بتاعهم يعني ببساطة اقول لك فيه DNA Eukaryote حقيقيات نواة وبروكاريوت وميتو كوندريال DNA و بلازميد DNA وبكتيريو فاج DNA فنعرف ايه الفارق ما بين الانواع كلها وهنعرف بقى senses of DNA في عملية اسمها replication senses اللي هي الصناعة senses اللي هي صناعة of DNA صناعة ال DNA في عملية معروفة بمين يا دكتور بال replication اللي هي عملية التضاعف يبقى هندرس التضاعف يبقى دي العمليات اللي هندرسها ونعرف بقى لما يحدث خطأ في ال DNA بيشكل حاجة اسمها mutation الميوتاشن اللي هي الطفارات building unit وأنواع building unit أنواع نيكلوتاد هنشوف أنواع الديني وهنشوف بقى عملية صناعة الدينية المعروفة بال replication خلاص اللي هي عملية التضاعف خلاص طيب بعد كده بقى هنشوف ال RNA بقى أنا عرفت كده شوية معلومات كده خلاص بخصوص ال DNA تعال نشوف بقى هنعرف بقى بخصوص ال RNA بقى 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 احنا عارفين ان احنا عندنا جزيء ال DNA تمام ده اللي هو carry genes بيحمل جينات طيب الخلية بقى يروح واخد نسخة من جين واحد بقى يبقى الخلية بتاخد نسخة من الجين في عملية اسمها عملية النسخ او المعروفة بترانسكريبشن اللي هي عملية النسخ لما بناخد نسخة من الجين في عملية اسمها عملية النسخ بيتصنع جزيء بيولوجي جديد هو ال RNA يعني ال RNA شايل نسخة من الجين تمام خلاص في عملية اسمها عملية الترانسكريبشن ودي حقيقة بقى انا عايزك تعرفها بقى ان ال RNA senses ليصناعة ال RNA صناعة ال RNA عملية اسمها ترانسكريبشن او عملية النسخ اللي هي عملية صناعة ال RNA يا دكتور يبا احنا كده لما هنيجي ندرس ال RNA انت عرفت كده ان ال RNA ده بيصنع من الدين في عملية اسمها الترانسكريبشن او عملية النسخ اللي هي صناعة ال RNA من الدين ناخد نسخة من الجين فاحنا هندرس حاجة اسمها ال RNA ترانسكريبشن ليصنعت ال RNA كمان هندرس ال RNA فيه انواع كتيرة من ال RNA وهنعرف الفارق ما بينهم بس اشهر ثلاث انواع من ال RNA على السريع كده mRNA tRNA rRNA وهنعرف الفارق ما بينهم messenger transfer اللي انت عرفهم كاسماء ويشرحوا بالتفصيل تمام طيب يبقى انا عرفت كده ال RNA هنعرف كيفية صناعته هنعرف انواعه وكمان هنعرف مين ال building unit بتاعته اللي هي برضو اسمها ال nucleotide يعني الوحدة البنائية برضو لل RNA هي ال nucleotide لانه هتتابع من ال nucleotide يبقى ال building unit اللي هي الوحدة البنائية لل RNA is nucleotide اللي هي مين برضو يا دكتور اللي هي ال nucleotide خلاص يبقى ال building unit بتاعته ال nucleotide اللي هي ال nucleotide واحيانا قدقة لفظية بنسميها ribonucleotide ribonucleotide لان السكر بتاعتها بيكون سكر من ribos هندرس بتاعت ال RNA وانواعها وتركبها طيب يبقى احنا كده في باب الموليكول الاربيولوجي بتاعنا هندرس بيولوجي الموليكول الممثلة في ال DNA وعرفت كلمتين عنه وعرفت ان هادرس ايه بخصوصه كذلك هندرس ال RNA وهنا نعرب ان ال RNA بيتصانع من ال DNA في عملية اسمها عملية النسخ ان انا باخد نسخة من الجينات اللي موجودة على الدين وبصنع بها RNA وعملية صناعة ال RNA اسمها وعند ال RNA في منه ثلاث انواع والوحدة اللي بني اسمها ونعرف انواع النيوكولدات اللي موجودة في ال RNA بعد كده بعد ما ال RNA بيتصانع يا دكتور بعد ما ال RNA بيتصانع خلاص اللي هو واخد نسخة من الجين خلاص بتروح تحصله بقى عملية اسمها ترانسليشن اللي هي عملية الترجمة فلما بيصل الترجمة لل RNA ببساطة هي تم تحويل تتابع النيوكولدات لان احنا عارفين ان ال RNA ده بيحمل تتابع من النيوكولدات الى تتابع من الأحماض الأمينية يعني تتابع النيوكولدات كده في انزيمات هتحوله لتتابع من الأحماض الأمينية جنب بعضها كده فيما يعرف البروتين يعني احنا كمان هندرس عملية ترانسليشن اللي هي عملية الترجمة او صناعة البروتين وهنعرف بنا ango امثلة على البروتينات وازاي البروتين بيصنع وازاي تحصل بقي عملية الترسلشن او عملية الترجمة. يبقي ازا في الباب بتاعنا اللي هو البيولوجي. هندرس بقي الدي النهي. وهندرس الار اني ايه اللي هو الريبو نيوكليك اسد وكمان هندرس البروتين. وعارفين ان الدي النهي ده اللي شاول بماده في حصل له يديني الار نهي. و subjective عملية بقي اسمها الترسلشن اللي هي الترجمه. يديني مين يا دكتور يدينا البروتين يبقى البروتين ده بيجي من عملية اسمها Translation لRNA انه بيتحول تتابع النيوكلتادات الموجودة على RNA الى تتابع من الأحماض الأمينية فالبروتين ده واته is polymer polymer of amino acid polymer of amino acid ده سلسلة من الأحماض الأمينية connected by peptide bond يبقى ده connected بتكون متصلة by peptide bond بتكون مرتبطة مع بعضها بروابط يا دكتور بروابط بيبتي دي وبكده بفضل الله سبحانه وتعالي احنا عارفين احنا ندرس ايه في الباب بتاعنا الـ DNA الـ RNA البروتين بأفكارهم كذلك هنعرف ان الـ RNA بيصنع من الـ DNA في عملية اسمها النسخ بناخد نسخة من الجين تمام والـ RNA اللي هو اخد نسخة من الجين بيصلوا بعد كده عملية اسمها عملية الترجمة يدينا مين يا دكتور يدينا البروتين طيب عايزين بقى نعرف معلومتين كده بخصوص الـ DNA جبل ما نبدأ بقى نشرح في الوحدة البنائية للـ DNA والـ RNA عشان ينتهي بس الفيديو الاول ده انا بيوديك تقديمة كده هندرس ايه الـ DNA والـ RNA والبروتين وازا الـ DNA بتصنع وازا الـ RNA بتصنع وازا البروتين بتصنع في عملية اسمها الترجمة واندرس حاجة كمان اسمها الطفارات تمام وانشوف بقى انواع الـ DNA وانواع الـ RNA بقى افكارهم وانشوف بقى كيفية صناعة البروتين والانزيمات اللي بتصنع في صناعة البروتين وفي صناعة الـ RNA وحوارات كتيرة بقى وانشوف امثلة لطفارات وامثلة للصفات والكلام ده طيب عايزين بقى نتكلم شوية عن جزيء الـ DNA حتى اللحظة احنا ما قلناش حاجة مقالة او حاجة تتحافظ انت بس بتعرف احنا كنا فين ورايحين فين او ايه اللي موجود في الوحدة بتاعتنا اللي اسمها الموليكولر بيولوجي طيب عايزين بقى نشوف الدنيا كده معنا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نتكلم بقى عن الـ DNA طيب اول معلومة يهمين تعرف ان الـ DNA present in nucleus forming chromosome ان الـ DNA بيكون موجود present present in nucleus يعني موجود في النواة forming مكونا كروموسوم يعني يهمين تعرف ان جزيئات الـ DNA بتكون موجودة داخل النواة في صورة كروموسومات اللي احنا كنا بنسميها الصبغيات او الكروموسومات بس الكلام ده بيكون في الـ ايو كاريوتك اللي هي كائنات حقيقيات النواة اللي بتحتوى على النواة ايو كاريوتك يبقى وجود الـ DNA في صورة صبغيات داخل النواة ده بيكون في حقيقيات النواة حقيقيات النواة يا دكتور بينما بقى الـ DNA بيكون موجود في السيتوبلاس يبقى المعلومة التانية بقى هوايل هوايل بريزنت يعني موجود إن صيتوبلاس بيكون موجود يا دكتور في السيتوبلاس فين بقى في الـ بروكاريوتك اللي هي اوليات النواة بروكاريوتك اللي هي مين يا دكتور اللي هي اوليات النواة تمام الحاجة اللي بعد كده بحنا عايزين نعرف بقى الـ ايه الاهمية كده بالبداية بقى لما هنبدأ نشرح بعزين نعرف اهميته ايه هوا المسؤول عن تغزين والتعبير عن الصفات الوراثية اهو يبقى دي الوظيفة بتاعته مسؤول عن يعني تغزين والتعبير عن تعبير عن اللي هي الخواص او الصفات الوراثية والحاجة التانية تنظيم يعني التنظيم لان في الواقع اصلا عملية صناعة البروتين بيكون المتحكم فيها في الاصل هو الديني ما انت شايف الديني هو شايل الجينات يصلى نسخ الدين او اردني يصلى ترجمة يدين البروتين فاذا هو اللي بينظم عملية صناعة مين البروتين يبقى الديني بيكون موجود في النواة في صورة كروموسومات وتبقى عارف الحقيقة دي بيطلق على لفظ كروموسوم في حقات النواة وبيكون موجود في السيتوبلازم في اوليات النواة تمام والوظيفة بتاعته انه مسؤول عن حفظ وتغزين المادة الوراثية والتعبير عن الجينات او الصفات كل حاجة التانية بينظم عملية صناعة البروتين كذلك برضو بيكون موجود في الميتو كوندريا ايضا نعرف بالمعلومة اللي جاية موجود ميتو كوندريا ميتو كوندريا وده بيسمى متي دي ان اي يعني ميتو كوندريا دي ان اي ما له بقى ده كاري جين فور انزيم وف انرجي برو دكشن ده بيحمل جينات يبقى دين يلي موجود في الميتو كوندريا ده كاري جينز بيحمل جينات اوف انزيم بتاعت انزيمات اوف انرجي برو دكشن اوف انرجي برو دكشن بيحمل جينات انزيمات انتاج الطاقة لان انت عارف ان الميتو كوندريا مصنع الطاقة مصنع الطاقة بيحتاج الى انزيمات انزيمات الميتوكندرية تصنع بداخلها انزيمات الميتوكندرية تصنع داخلها بواسطة الام تي دي اني اللي هو الميتوكندرية الدي اني خلاص اللي هو الدي اني الموجود في الميتوكندرية يبقى عندي كده الدي اني هو مسؤول عن الستوراج والاكسبريشان مسؤول عن تغزين كلمة ستوراج يعني تغزين ويكسبريشان يعني التعبير عن الخواص الوراسية والحاجة التانية تنظيم تنظيم عملية صناعة من يا دكتور البروتين وكذلك بيكون موجود في الميتوكندرية واسمه ميتوكندرية الدي اني بيحمل جينات انزيمات انتاج الطاقة وانا بقى انا عايز اقولك بقى معلومة جدا بخصوص الميتوكندرية الدي اني الراجل ده يا دكتور بيكون ماتيرنال انهيريتد يعني مورس من الام ازاي بقى انت بيكون عندك الاوفم اللي هي البويضة بيكون فيها النواة بتعيتها وفيها ميتوكندرية والسبيرم اللي هو الحيوان المنوي خلاص بيكون فيه ميتوكندرية بس لما بتيجي تحصل بقى عملية الاغصاب ويتكون عند الزيجوت الميتوكندرية بتاعت الحيوان المنوي مش هي اللي بتدخل جوه الزيجوت يعني الميتوكندرية اللي تبقى موجودة في الزيجوت مش مصدرها للسبيرم لكن مصدرها بيكون من البويضة فيهميني تعرف ان دي ان ايه اللي هو يسمو ام تي دي ان ايه مورس من الام فبيسموه كده ماترنال ماترنال انهيريتد يعني موروس من الام نط باترنال كلمة باترنال يعني ابوي هو مش ابوي هم اموي يعني مورس من الام يبقى الزيجوت الديني بتاعها اللي موجود في الزيجوت الميتوكندرية ديني بيكون مورس من مين من الام وكده انت عرفت ايه حوار الديني اللي احنا نبدأ بشرحه بعد شوية والوحدة البنية بتاعته طيب مخصوص الارنال بقى الارنال بقى موجود فين بقى الارنال مبدأين تخلي بالك بقى انا نتكلم بقى عن الارنال برضو جب ما نبدأ شرحهم بالتفصيل وحدات البنائية الارنال يا دكتور الارنال ده ده بريزنت ان يوكلس سيتو بلاسم اند ميتوكندرية في ار ا اني بي موجود في النواة اصلا هو بينسخ جوة النواة في حقيات النواة او في السايتو بلاسم في اولياتすごية النواة فالار ني بريزنت بيبقى موجود اه ان نيوكلس موجود في النواة وكمان في الزيجوت في الصايتو بلاسم لان ناصلا عملية الترج leadership الآن ده هندرسه لسه قدام بالتر dok filthy في الصايتو بلاسم كذلك موجود في الميتوكندرية لأن الميتوكنديريا طالما فيها DNA فبيحصل نسخة صنع RNA وحصل ترجعها بعد كده وهذا central rule in protein senses يعني دايما أهمية الRNA صناعة البروتين وده لسه هنعرفه بقى هذا central rule in protein senses يعني ليه دور مهم في بناء أو صناعة من البروتين بكده بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا احنا هندرس ايه او ايه الدروس اللي احنا مقرر دراستها او الافكار اللي احنا ندرسها في الموليكلر بيولوجي ان شاء الله تبقى الامور بسيطة وميسرة تستمتع معنا ان شاء الله في دراست الموليكلر بيولوجي بكل افكارها بكل تفاصيلها بكل العمليات الحيوية يعني الحمد لله الامور هتبقى بسيطة وميسرة معاك في الفيديو اللي جاي بإذن الله بها نبدأ الشرح بتاعنا انت كده عرفت ايه الحاجات المقررة او ايه الحاجات اللي هتم دراستها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدأ الشرح خلاص بس اعايز اقول لك حقيقة بقى ان الدين بيكون موجود في صورة double strand يبقى ده بيكون في صورة double strand اما الارد ني بيكون في صورة single strand يعني شريط مفرد وهنعرف بقى الكلام ده كله بقى يبقى ده بيكون في صورة single strand يعني شريط مفرد اما ده بيكون double strand اتمنى لكم من قلبي كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته